رجعت انا عايز في التأخير بس والله التأخير ده كله جزء منه تطوير جزء منه اللي انشغلت طبقية اللي في حالة كل واحد فينا هرده جاييني تكلم عن حاجة مهمة جدا وهي تأثير الفراشة او البوترفلاي افكت تعالوا نبدأ الحلقة ونعرف تفاصيل كتير عن البوترفلاي افكت اهلا بيكم بحسب تأثير الفراشة فان ممكن الاحداث صغيرة جدا تبقى احداث ونتيجها عظيمة جدا في المستقبل ممكن يكون بزرة الحدث حاجة غير ملحوظة ونتيجتها بتبقى كبيرة جدا وغير متوقعة يعني مثلا لو قلتلكم ان ممكن فراشة بترفرف في مصر تكون سبب في اعصار يحصل في امريكا بعد سنتين بجد هو ده اللي ممكن يحصل الكصة وراء تأثير الفراشة في بداية الستينيات كان علم الرياضيات والارصاد الجوية الامريكي ادوارد نورتون لورنتيز بيجرب نظام ابتكره في ان هو يتنبأ بحالة التاكس فام بتجربتين في التجربة الاولى ادخل ارقام من ست خانات عشرية يعني بعد الرقم وفصلة وست ارقام اللي احنا دايما كنا بنستسهل ونقربها وتضمنت البيانات دي الرتوبة ودرجة الحرارة وسرعة الرياح الى اخره دخلها في حسوبه ونظامه المبتكر اما التجربة التانية فهو قرر ان بدل ما يدخل الارقام العشرية بست خانات يدخلها بتلت خانات بس يعني مثلا يبقى رقم وفصلة وثلت ارقام بس بدل ست وده اختصرر للوقت والمجهود ونتيجة لده ظهر له رسمين بيانيين للتجربتين في بداية الرسم البياني تطبق كبير جدا اما في نهاية الرسم البياني في اختلاف كبير جدا في النتائج للوهل الاولى افتكر لورنتيز ان النظام بتاعه باز ومحتاج يتزبط وفيه خلل الماء بس لما قعد يراجع ويراجع ويراجع اكتشف ان الخلل ده تم بان هو لما تجاهل الثلاث خانات العشريات اللي هما بدل مهمه ويبقوا ست خانات تخلىهم ثلاث خانات ده اثر بعد كده في النتائج بطريقة كبيرة جدا حتى هو ما كانش متوقعها وببساطة جي من هنا تأثير الفراشة انه ممكن يكون حاجة صغيرة جدا انت مش بحساباتك خالص تغير نتيجة حاجة وتخلي النتيجة تتحول من اتجاه لاتجاه تاني خالص وده لو طبقناه في حياتنا العملية في حيات كتير ورجعنا لاصل الموقف هتكتشف فعلا ان الموضوع ابتدى بحاجة غير مذكورة وانتهت بمشكلة كبيرة جدا يعني احنا مثلا لو جينا نطبع نظرية الفراشة دي على موقف زي اللي احنا فيه دلوقتي واحد جات له مزاك كده يأكل اكلة غريبة ومؤرفة ووالله يكون فعونا اصلا احنا عرفنا تفاصيل الاكلة دي فكر يأكل كائن حرشوفي او مش عارف خفاش فنقل لنا عضوة من فيروس فانتقل الفيروس دوا لكل المدينة اللي هو فيها فانتقل من المدينة للمدن اللي حواليها فانتقل للعالم كله ففضلنا بأنه نهو السنة التانية عالتوالي عايشين في كائحة كوفيد ناينتين حاجة كده يعني اغرب من الخيال واحد بس هفوه وعقله انه هياكل اكلة ولبا مركزنا في الموقف هتلاقي انهو صغار جدا عادي ما انت وارد احنا بناكل فزيخ وملوحة وتفاصيل كده غريبة فهي هو اكيد من الزامبو يعني بس احنا بنتكلم في التأثير الصغير قد ايه كان عميق وكبير جدا على العالم كله رغم تفاهته صغره موقف تاني مثلا زي حرايق الغابات بتاعت الامازون الحرايق بتبدأ من حاجات بسيطة ممكن من برق ممكن من مزارع كان بيولع شوية عشان يتدفع او عشان خطر يحرق شوية اش عنده وعايز يتخلص منهم تبدأ تمسك في حريقة في غابة كاملة يتحرق الاف الكيلومترات من الغابة ديا يتأثر النظام البيئي بانه يبدأ غاز ثاني اكسيد الكربون ينتشر وتبدأ نفقد الجزء الكبير جدا ده من الغابات اللي بيأثر بالتبعية على امتصاص الكربون مما يؤثر على غاز الاوزون مما يزود من فكرة الاحتباس الحراري بصوا الموضوع ابتدى بحاجة صغيرة جدا انتعل على مدار السنين دلوقتي احنا بنعلم من الاحتباس الحراري من حاجات كتير عادم السيارات وي 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 ومن ضمنهم مثلا حاجة صغيرة زي دي زي الحرائق بتاعة الغابات دي ابتدت بشرر او بشازية بسيطة ولاعت في غابة او حرقة جزء من الغابات واحنا في الآخر من شين نتكتب عديها بسنين ونتكتب تبقى كبيرة على العالم كله مش على الحيز اللي ابتدى منه بس نفس التأثير بتاع الفراشة ده ممكن ينطبق على المواقف الحياتية والطرق اللي بيرب بيها ولادنا والمواقف اللي بتعامل فيها مع الناس ممكن بكلمة تأثر على شخص 180 درجة ممكن عائل صغير تقول له حاجة تحفزه تخليه من صغره بيبدأ يتغير ويوصل لحاجة في المستقبل عمرك من كنت تتوقعها زي مثلا المواقف الدكتور احمد زويل وهو صغير والده كتاب له على باب قطه الدكتور احمد الدكتور احمد زويل لما كبر الدكتور احمد زويل علم الزرة اللي خد جايزة نوبل على مستوى العالم وكان حد كل مصر كتب تفتخر بيه وممكن يكون السبب في دوان الكلمة اللي كتبها والده على الباب زي ما انت ممكن تكون سبب في نجاح او فاشل ابنك او صديقك او اخوك او 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 بكلمة ممكن تقولها له ايجابية او سلبية في وقت غلط يا ام تفيده جدا يا ام تأزيه جدا يعني ممكن ببساطة تقول لاخوك انت فاشل او ان انت مش قد المسئولية اللي انت فيها مش قد السكر اللي بابا مدهالك او 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 للاسف تخسره لان هو خلاص انت كده حطته في الحيز بتاع الفاشل او ان هو مش قد المسئولية فهيبدأ يتعامل دايما ان هو انا مش قد المسئولية بقى فاكبره دموحكه مني انا وحش خلاص ارتحته هو ده تمامي انا وحش وانت كده تبخسرته للابد بعكس ان انت ممكن تقوله انت عندك حسن من كده انت ممكن تبقى افضل سنا مش عارف انت ليه عامل في نفسك كده طب ما تقول لي ساعدك تبدأ تعرض عليه بتصبرته ممكن هو في مواقف زي ده يقعد مع نفسه كده طب انا ليه صحيح حطت نفسي في القطار ده انا فعلا افضل من كل دو انا محتاج فعلا افكر شوية كده وفوق لنفسي بقى اسلوبك كلام حروف لازقه في بعضيها تكون كلمة ممكن تغير مصير انسان الحاجات دي بتفرق خلي بالكم منها كويس صدقوني تأثير الفراشة ده لو طب أنا على حياة كتير قوي في حياتنا هنمنع حدوث كوارث قدام وممكن نحط بزرق لسرع كبير جدا يبقى آلاف الأميال يعني تخيل ان انت أصلا في كتير جدا من السفاحين على مدار التاريخ اكتشفوا بسبب ان هو سفاح ان هو حصل له مرض نفسي او خلل نفسي بسبب موقف الماء او جملة الماء اتقالت له فالجملة دي فضلت محفورة في العقل الباطن بتاعه ولما بدأ يجبر بدأت تتجسد في أفكار قدامه وبدأ الموضوع يبقى حاجات ملموسة ويبدأ يتفاعل لدرجة انه وصل بقى سفاح وقاذى كتير من البشر وارعب كتير من الناس عشان موقف او كلمة قالت له حفرت جواه حاجة سلبية المواضيع دي بتبقى بسيطة بس تأثيرها عمي جدا حاولوا على قد ما تقدروا نطور من نفسينا حاولوا على قد ما تقدروا نقول اللي حوالينا كلمة حلوة فعايز زي ما هو تعبان هشافكم على خير في حلقة جديدة متنساش لو الحلقة عجبتك تشيرها مع زميلك وصحابك وكل الناس يمكن الحلقة دي تصبح حجر أساس في تغيير فكر شعوب كاملة ليه لأ حدش يعرف فيها ايه هشافكم على خير سلام موسيقى